السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة وصفتنا لليوم معجزة في تطويل وتكتيف وإنبات الشعر فمهما كان شعرك خفيف وقصير ويتساقط سيطول ويصبح كتيف جدا وسيتوقف عني التساقط وبمكون فائل جدا يقوي بصيلات الشعر وينبت الشعر في أماكن الفراغات وخصوصا في مقدمة الرأس والشعر الذي ينبت يكون قوي ومتين جدا وقبل أن أمر أحبائي لمكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم دعمي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتشجيع المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة إن شاء الله والآن نمر إلى مكونات هذه الوصفة وفي نفس الوقت طريقة تحضيرها وأول مكون سنحتاج إليه وهو الفول أو الباقلة كما يسمى في العراق إذا كنتم تعرفون أسماءه الأخرى في بلدانكم اكتبوها لنا في التعليقات ليستفيد أكبر عدد من الناس سنحتاج مقدار عشر حبات من الفول سأقوم بوضعها في إناء وسأضيف إليها تقريبا كالصغير من الماء وسأتركوها تنقى لمدة ليلة كاملة إذا حضرتموها في المساء فاتركوها حتى الصباح حتى تنقى حبيبات الفول جيدا وتطلق لنا فوائدها في الماء أنا قمت بتحضيرها قبل ستلاحظون معي قمت بتحضيرها ونقعها لمدة ليلة كاملة وهذا الشكل حبيبات الفول بعدما قمنا بنقها لمدة ليلة كاملة يتغير لون الماء ويصبح لون الماء بني يمكنكم كذلك استعمال الفول بدون قشور أنا عندي فول بقشوره استعملتوا في هذه الوصفة من الأحسن إذا كان عندكم فول بقشوره من الأحسن استخدامه في هذه الوصفة طبعا إذا لم يتوفر عندكم فيمكنكم استخدام الفول المقشر يعني بدون قشور بعد ذلك سنقوم بتصفيتي للحصول على الماء فقط ماء الفول الذي قمنا بنقع الفول فيه لمدة ليلة كاملة سنقوم بتصفيتي وسنضيف إليه بعض المكونات الأخرى سنضيف كذلك ملعقة صغيرة من الحبة السوداء أو حبة البركة أو كما تسمى كذلك بالسانج سنضيف كذلك ملعقة صغيرة من القرنف الأوي المسمار وبعد ذلك سنحتاج إلى مكون آخر سنحتاج كذلك إلى قشور الثوم كما تعرفون قشور الثوم فعالة جدا فبالنسبة لهذه الوصفة إذا كنتم ممن لا يحبون الرائحة الثوم فهذه الطريقة ستستفيدون بها من فوائد الثوم دون استخدامها هذه الوصفة ليست بها أي رائحة كريهة للثوم أبدا فبالعكس رائحتها جميلة جدا سنحتاج إلى قشور الثوم كما تلاحظون كمية تكون كف اليد تقريبا من قشور الثوم فأنا لا أقوم برميها أبدا فعند تقشير الثوم أقوم بتخزين قشور الثوم وأستعملها دائما في وصفات الخاصة بالشعر بعد ذلك سنضع جميع المكونات على النار هادئة جدا حتى تغلى لنا جميع المكونات طبعا مع تغطيتها بإيناء لكي لا تتبخر لنا فوائد هذه الوصفة نقوم بتغطيتها وتركها تقريبا لمدة ثلاث دقائق على النار هادئة جدا وبعد ذلك سنقوم بإطفاء النار عليهم كما تلاحظون تغير اللون وأصبح مائل إلى اللون البني بعد ذلك أحبائي سنقوم مجددا بتغطية هذا القدر بإيناء مرة أخرى ونطرق جميع المكونات حتى تنقع جيدا مرة أخرى بعد مرور تقريبا ساعة إلى ساعتين يبرد لنا هذا الخليط تماما وبعد ذلك سنقوم بتصفيته مرة أخرى للحصول على خلاصة جميع المكونات مكونات هذه الوصفة كلها مكونات سهلة ووسيطة والأهم أنها فعالة جدا تحفز على نمو بصيلات الشعر وخاصة المناطق السلعة والتي بها فراغات كمقدمة الرأس بعدما قمنا بتصفية جميع المكونات حصلنا على الخلاصة فقط سنضيف كذلك مكوين اختياري يبقى اختياري بالنسبة لكم يمكنكم إضافته أو الاستغناء عليه أو تعويضه بشيء آخر سأضيف كذلك ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بالنسبة لزيت الزيتون فهو من أفضل الزيوت للشعر يمكنكم تعويضه بأي زيت يناسب النوع شعركم بالنسبة لأنا من أفضل الزيوت التي أستخدمها للشعر ويعطيني نتائج فعالة جدا وأظن أن ليس هناك بيت عربي يخلو من زيت الزيتون يمكنكم تعويضه بزيت الجوجوبة أو زيت الجوز الهند هذا يبقى اختياري بالنسبة لكم بالنسبة لكمية التي حضرت معكم اليوم فهي كمية تقريبا ستبقى عندكم لمدة أسبوع إذا أردتم تحضير كمية كبيرة فيمكنكم ذلك لكن لا يجب عليكم تحضير كمية لأكثر من أسبوع لأن هذه الوصفة تحتفظ بفعاليتها فقط لمدة أسبوع أما الكمية المتبقية بعد أسبوع فقوموا برميها لأنها لن تكون مفيدة بعد ذلك بالنسبة لهذه الوصفة إذا حضرتكم كمية كبيرة فاحتفظوا بها في التلاجة وكلما أردتم استخدامها قموا بتدفئتها قليلا واخذوا فقط الكمية التي ستستخدمون والباقي احتفظوا به في التلاجة وإذا كان الجو بارد فيمكنكم الاحتفاظ بها خارج التلاجة أما بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة أول شيء ستقومون بوضعها في بخاخ لكي يسأل عليكم تطبيقها على كامل شعركم أولا قموا بقسم شعركم إلى أربعة أجزاء من الجبهة إلى آخر الشعر ونأخذ هذا البخاء ونقوم برجه قليلا وبعد ذلك سنقوم برش شعرنا جيدا وبعد ذلك قموا بذلك فروة رأسكم بأطراف أصابعكم جيدا وفي كل جزء من أجزاء الشعر لأننا نحتاج أن تتغلغل هذه الوصفة في جذور الشعر وبعد ذلك قموا بعمل مصاج خفيف جدا وأصلا عند استخدام هذه الوصفة وهي دافئة فهي تقوم بفتح مسامات الرأس في نفس الوقت وبهذه الطريقة ستدخل في أعماق فروة رأسكم فعند استخدام هذه الوصفة من الأسبوع الأول سيتوقف شعركم عن التساقط وسينبط لكم شعر جديد في أماكن الفراغات والصلاة وسيصبح شعركم طويل وكتيف جدا فقط جربوها على طمانتي مكوناتها كلها مكونات فاعلة جدا وتعالج فطريات فروة الرأس والتي هي من أسباب وراء تلف الشعر وزيادة تساقطه لذلك فعلاج فروة الرأس مهم جدا وأيضا هذه المكونات فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية داخل فروة الرأس وتقوي جذور الشعر وتمنع تساقط الشعر بشكل نهائي وستطويل شعركم بجنون وتنبط الفراغات قوموا بتكرار هذه الوصفة في الأسبوع الأول يوميا وستحصلون على نتيجة الرائعة جدا وبعد ذلك يمكنكم الاستمرار عليها ثلاث مرات في الأسبوع وبعد ذلك مرتين في الأسبوع حتى مرة واحدة في الأسبوع يمكنكم ترك هذه الوصفة على شعركم بدون غسل يمكنكم وضعها على شعركم وتركها حتى تقومون بعمل دوش أما إذا أردتم وضح هذه الوصفة وبعد ذلك غسلها يمكنكم تركها من ساعتين إلى ثلاث ساعات وبعد ذلك قوموا بغسلها أعادي بالماء والشامبو هذه الوصفة كذلك فهي تعالج الشيب أو الشعر الأبيض وتساعد على استرجاع اللون الأصلي لشعركم وأيضا هذه الوصفة إذا كان شعركم جاف ومجعد وخشين ستحول شعركم من شعر خشين وجاف إلى شعر أملس وحريري وناعم جدا بالنسبة لهذه الوصفة كما قلت لكم استمروا عليها في الأسبوع الأول ستحصلون على نتيجة رائعة جدا فمن الأسبوع الأول من استخدام هذه الوصفة سيتوقف شعركم عن التساقط نهائيا وسينبط لكم شعر جديد في أماكن الفراغات والشعر الذي سينبط عندكم سيكون شعر قوي ومتين جدا يمكنكم كذلك استخدام هذه الوصفة لبناتكم الصغار إذا كان عندهم تساقط أو إذا كان شعرهم جاف وخشين ويمكن كذلك استخدام هذه الوصفة كذلك للرجال فهي ستعمل على تقوية بصيلات الشعر عندهم وستنبط الشعر عندهم في الأماكن الصلع بالنسبة لهذه الوصفة أنا جربتها شخصيا والحمد لله لاحظت فرق كبير جدا بعدما كنت على وشك الصلع خصوصا في مقدمة الرأس الحمد لله استرجعت شعري بفضل هذه الوصفة توقف شعري عن التساقط ونبت لي شعر جديد في الأماكن الصلع وشعري أصبح كتيف وقوي جدا بعدما جربت العديد من الأدوية الغالية الثمن وأيضا العديد من الوصفات لكن بدون فائدة تبقى هذه الوصفة معجزة في إنباذ الشعر وتوقيف التساقط أتمنى أنتم كذلك أن تجربوها وإن شاء الله ستحصلون على نتائج رائعة جدا إذا كانت هذه وصفتنا لليوم لا تنسوني باللايك إذا أعجبكم الفيديو وإذا كانت عندكم أي استفسارات أو تساؤلات بخصوص هذه الوصفة اكتبوها لي في التعليقات وسأرد عليها إن شاء الله كلها ألقاكم أحبائي في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة